استقبل غبطة البطريارك في عفلس الثالث بطريارك القدس وسائر أعمال أردني وفلسطين رئيسة أساقفة كانتر بيري جاستن ويلبي في مقر البطرياركية في القدس بحضور بطارك دي ورؤساء الكنائس في المدينة المقدسة تلى ذلك صدور بيان موحد أدانوا فيه الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت كنيسة القديس برفيريوس الأرثوذكسية في غزة كما دعوا من خلال البيان إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية حياة جميع المدنيين وعقب ذلك تشارك القادة الروحانيون بصلاة من أجل إنهاء أعمال العنف والحرب وبناء مستقبل أكثر إشراقا وأمنا للمدنيين